هناك إقبال مطرف الأطفال الجزائريين بغتنان فرص العطل سواء العطل الأسبوعية أو العطل كما تابعنا الفصلية صح كاين أطفال أنا كتاني أم لأربعة أطفال نشوف الأطفال التوعي كل واحد عنده ميول خاص كاين يحب رياضة، كاين يحب تكنولوجيا كاين يحب الخيل كل واحد وشي يحب كاين فئة من الأطفال عندهم هاد الولعب التكنولوجيات الحادثة سيدي بوتيز انجينيور كما نسموهم، إحنا مهندسين صغار يحبوا يتعلموا كيفاش وشكاين درية هادك الجو فيديو اللي رام يلعبوا فيه كما قلت الأطفال توعنا هم أكخوا لهذا الألعاب إحنا نحبوهم يكونوش مستهلكين نحبو الأطفال توعنا يتعلموا من صغرهم كيفاش هما يتطوروا ألعاب فيديو دائر الولايات التي نعرفها لهم كيجيوا الوراشات توعنا يقول لهم تعرفوا ماريو تعرفوا هادي يقول لك إيه إيه ما نجيبوا الانتباه تحب وما يقول لهم إحنا بهذه الوراشات هادوما نعلمو لكم كيفاش نتومات ولو تطوروا ألعاب فيديو خير من ماريو كيفاش نتا تخدم ماريو صحيح طلقتنا نقطة مهمة الآن سيدة الكريمة أننا كنا في أثار سلبية أخرى إيجابية للتكنولوجيا على قدرة الطفل الجزائري في التفكير والتعلم أيضا إذا كان الطفل فقط مستهلك فهذه أكيد نقطة سلبية يعني نعود طفل فقط على اللعب يا نقطة سلبية لكن أنه نعلم الطفل كيف يصنع لعبته فبالتالي هنا نحفز الطفل على التفكير وبناء عقله أيضا صحيح لأن هذه الوراشات مبنية على الأخطئ وأصلح الخطأ إذن يتعلم الطفل مهارات الإبتكار الإختراع أنه مثلا عنده برنامج في الشاشة على الكمبيوتر ويبعث كما نقول للغوبو يقولوا مثلا لازم تتبع خط الأسود في المصار هدايا لكن الروبو طبق لإعطاهم الطفل إذن البرنامج تشتاعه صحيح إذا كان الروبو خرج من المصار إذن البرنامج خاطئ يعاود الطفل يصحح البرنامج تشتاعه يعني يدير أخطاء ويتعلم منها وهكا الفكر تاعه تاني يتطور ترجمة نانسي قنقر